اشتركوا في القناة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة أيها السيدات أحدثكم هذه المرة عن اسم صورة النحل وقد سميت هذه الصورة باسم هذه الحشرة الصغيرة العجيبة التي أودأ الله فيها كثيرا من الأسرار وجعلها دليلا على عظمة صنعه وبديع خلقه وسميت الصورة أيضا عند العلماء بصورة النعم إشارة إلى النعم الغزيرة التي ميز الله تعالى بها الإنسان وذكرت بالتفصيل في هذه الصورة ولعل التسمية صورة النحل هاته جاءت من قول الله تعالى في هذه الصورة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وهو قد سمى الصورة بالنحل كما سمى صورة أخرى بالعنكبوت وسمى صورة أخرى بالنمل إشارة إلى عظمة الصنع في هذه الحشرة الصغيرة التي يتوقف الإنسان حيرة وتعجبا من خلقتها ودقة صنعها ومن حياتها وأحوالها وهذه الصورة إنما أنزلت في مضمونها العام لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين الذين كانوا حديث عهد بإسلام وقد أنزلت آياتها منجمة حسب الوقائع والأحداث وجميع الصورة أنزلت في مكة ما عدا آخرها مما نزل بعد غزوة أحد أو تكلم على الهجرة وهي بذلك من الصور المثبتة للعقيدة التي تنحو هذا المنح المكي الذي تشترك فيه مع جميع الصور المكية مما يفضي إلى الإيمان به سبحانه وبعبادته وبتنزيهه عن الشريك والمثيل فالصورة إذن تعالج أصول العقيدة كالألوهية والوحدانية وتعالج الوحية والبأثة والحسابة وما إلى ذلك ناهيك عن مواضيع جانبية تريد أن تقيم فيها الحجج والبراهين على تلك الأصول الراسية للتمكن من إقامة الحجة على الناس حتى يقتنعوا وتكون بذلك مفصحة عن مراد الله تعالى من البشر حتى يقدروه حق قدره ويعبدوه حق عبادته وهو الغاية الأولى التي من أجلها خلق البشر قال تعالى وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقد تضمنت سورة النحل الإشارة إلى كثير من الحقائق الكونية والظواهر العجيبة التي سيغت سياغة كلية دقيقة مما يؤكد بأن القرآن هو كلام الله على الحقيقة لا على المجاز وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما نقل إلينا من البيان وما جاءنا به من القرآن فكانت السورة طافحة بذكر النعم التي يرتع فيها البشر واختتمت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الهدى الصادق وهذا البيان الناصع وكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وكان يصبر ويعفو حتى ينال الجزاء في الأولى ويمكن الله له القبول في البشر فيهديهم إلى صراط الله المستقيم والنحل كما تعلمون الذي سميت به هذه الصورة هو جنس من المخلوقات له آلم عجيب وحياة متميزة ونتاج طيب المذاق وهو مملكة ذات نظام يعجز عنه البشر ووجوده دليل على عظمة الله الذي أتقن كل شيء وقدر وفهدى والنحلة آية من آيات الله تعيش في مجتمع منظم غاية في التنظيم وتتكافل كأروع ما يكون التكافل وتعيش في الخلية الطبقات أعلاها الملكة التي لها وضعها المميز وهناك الذكور وهناك العاملات من النحل وهناك الوصيفات وهناك الحارسات وهناك منظفات الخلية وهكذا دوى ليك وقول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل ليس الوحي الذي ينزل على الأنبياء وإنما هو وحي الإلهام ووحي الغريزة التي تفطر عليها هذه المخلوقات فتعرف دورها تعرف عملها بالدقة وتواظب عليه وتجد في طلب ما تريد من غير ما تأخر ولا توان ولا تواكل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان في صحيحه مثل المؤمن مثل النحل لا تأكل إلا طيبا ولا تصنع إلا طيبا مثل المؤمن مثل النحل لا تأكل إلا طيبا لأنها تكون آنئذ قد أخذت بغريزتها ما ينفعها بانتقاء عجيب ولا تضع ولا تنتج ولا تصنع إلا طيبا لقد ألهم الله تعالى النحل أن يتخذ بيته على شكل خلية سداسية وهي خلية هندسية عجيبة لكنها متجانسة متناسبة وهي أشكال يعجب فيها الإنسان حينما يراها ويتعامل معها لأنها تكون نسيجا جميلا رائعا يفضي بعضه إلى بعض وعادة ما تصنع من الشمال وهي مادة لزجة مفيدة والخلية تحكمها ملكة واحدة وهي تنافح عن ملكها فلا تدع لملكة أخرى أن تقترب من خليتها أو أن تنافسها سلطانها وهي مكلفة بالبيض والغريب أنها تبيض الذكور في مكان وتبيض الإناث في مكان آخر وتبيض الملكات في مكان آخر وهي مهدية إلى ذلك بالفطرة التي فطرها الله عليها والأغرب من ذلك كما تشير كتب الإعجاز أن النحلات الحارسات يقفن على مداخل الخلية ويطلبن من كل داخل إليها أن يعطيهن كلمة السر فإذا قالها مر وإذا لم يقلها تحامن عليه فأبعدنه أو قتنه وهذا من الهداية العجيبة وهناك نحلات مهمتهن تنظيف الخلية من الشوائب وهناك نحلات يقومن بالتهوية وهناك نحلات يبسطن أجنحتهن في الشتاء ليمنعن دخول البرد وهكذا دواليك هذا عالم عجيب والأعجب من ذلك النتاج الذي تصنعه النحل بأمر الله وتضعه وهو العسل الناتج عن النحل والمخزن في الخلية يكون مخزناً في الخلية ويكون منه الغيذاء للنحل ويستعمله الإنسان وتأكله بعض الحيوانات التي تبحث عنه بشراها وبحرص كبير يقول الله تعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وقد قال الأطباء إن العسل مفيد في أمراض كثيرة وأنه يعالج به فقر الدم وأمراض الكبد والسكري والطرابات الكلا وأمراض الجهاز العصبي وأمراض العين وهكذا دواليك فما أعجب هذا المخلوق الذي سمى الله تعالى به هذه الصورة صورة النحل وإلى فرصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة